موسيقى خلال اجتماع مجلس الوزراء مدبول يكلف بتفعيل اتفاقيات اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية حجاج بيت الله الحرام يتواجهون لصعيد ميناء لقضاء يوم التروية بوليس جونسون يستقيل من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا ويؤكد بقاءه كرئيس حكومة تصريف أعمال لحين اختيار زعيم جديد الثالثة مساء من التلفزيون المصرية الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بالتركيز على دعم النماذج الشبة الناجحة من خلال إبراز تلك النماذج الواعدة إعلاميا عند تنظيم الفعاليات المرتبطة بالقطاعات المتعددة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء حيث استهل مدبولي الاجتماع بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك وخلال الاجتماع استعرض مدبولي أبرز نتائج لجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التي عقيدت بالجزائر مؤخرا حيث كلف بضرورة العمل على بدء تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقعها في مجالات تخدم التعاون الثنائي بين البلدين وخلال الاجتماع دع رئيس الوزراء إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا خاصة للتزام بارتداء الكمامة وذلك في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة لا سيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع وفق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الوزرية ومن أبرز هذه القرارات الموافقة على إنشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والأقصر والسيوت والغربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكدت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع أن توجهات القيادة السياسية تؤكدوا على ضرورة تحسين المناخ الاستثمارية من خلال توسعة نشوط القطاع الصناعية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزيرة بمجلس الوزراء وشددت الوزير على أنه تم البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية وأضافت أنه تم إنشاء وحدة لدراسة مشاكل المستثمرين وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 96 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 628 قضية من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب ومنظومات توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من 6 أطنان أقمح محلية نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء الجزء الرابع من سلسلة الفيديوهات التي توصلت الضوء على جهود دولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وأوضح المركز أن الدولة ضاعفت من جهودها لإتاحة وتوفير كافة السلع واللحوم استعدادا لعيد الأطحى المبارك هنا بمية وخمستاشر بره بمية وتمانين ولحمة درجة أولى استجدت كثير من جهوم وأسماك وفراخ وبسعر التنفس يعني وهنا طبعا لحمة مكفرة جداً جداً طول الموسم مش العياد بس سواء كندول سواء ضاني مبرد سواء مجمد برازيلي وبأسعار تطلع عن السوق حوالي 40% ده عندهم فراخ خرفان بلدي حية بيبيعوها وأقل من السوق في السوق بره بتباعة بتبدأ من 95 ومية هنا بيبيعوها ب90 جنيه كيلو حية الخضار والفاكحة طبعاً بقى فيهم من خفاض ملحوظ توفر السلع كلها موجودة لزيت سكر رز دقيق الخزين بتاع البيت الأساسي كله موجود هنا بمية وخمستاشر بره بمية وتمانية وبمية ولحمة درجة قول مش علها عيب يعني وكل زي ما انت شاف الزحمة كده إن شاء الله في العيد واللحمة العيد موجودة وكل حاجة موجودة والناس اللي هنا ناس مقترمة جداً بالنسبة للفلوس بالنسبة لللحمة حاجة رخيصة وحاجة في ملتها النظافة وأسعار جميلة قوي 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 يعني اللحوم متوفرة والمنتجات متوفرة والأسعار أنا شايف منها كويس أحسن من بره بكتير الرز كويس وسعر كويس والسكر والزيت برضو سعر كويس واللحوم برضو سعرها كويس أحسن من بره بكتير متوفر فيه جميع السلع تقريباً من أول الرز والحاجات كلها منتجات البيت يعني شايف اللحوم برضو أسعارها مناسبة جداً بالنسبة للبرة فرقين ما بين اللحمة السودانية واللحمة البلدية ودي حاجة في ملتها الأمانة اشتركوا في القناة موسيقى يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى صعيد منا لقضاء يوم التروية اقتضاء بصنة النبي صلى الله عليه وسلم محرمين على اختلاف نسكهم متمتعين وقارنين ومفردين ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من اماكنهم سواء داخل مكة او خارجها حيث يبقى الحجاج بها ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة ويتوجهون بعدها للوقوف بعرفة ثم يبيتون بمزدلفة ويقضون يوم النحر وايام التشريق لرمي الجامرات الثلاث وهي جمرة العقب الكبرى والجمرة الوسطى والجمرة السغرى إلا من تعجل والنعمة لتعلم لا جيك لك ربيك اللهم ربيك لبيك لا جيك لك ربيك إن الحمد والنعمة لتعلم لا جيك لك ربيك إن الحمد والنعمة لتعلم لا جيك لك ربيك اللهم ربيك لبيك لا جيك لك ربيك إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَجَيْكَ لَكَ رَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَجَيْكَ لَكَ رَبَّيْكَ لَجَيْكَ لَكَ رَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَةَ لَجَيْكَ لَكَ رَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَجَيْكَ لَكَ رَبَّيْكَ 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 لَجَيْكَ لَجَيْكَ لَكَ رَبَّيْكَ لَجَي ترجمة نانسي قنقر 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 من أهم النقاط في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كانت بداية جونسون مع قنقر ترجمة نانسي قنقر من قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر من قنقر من قنقر قنقر في جزيرة نانسي قنقر من قنقر قنقر من وزيراء خارجيه الخارجيه الأمريكي وأنتسي قنقر حيث يتطرق اللقاء لتوقعات واشنطن بشأن ما يجب أن تفعله بكين وما لا تفعله بالنسبة للحرب في أوكرانيا ومن المتوقع أن تترجع إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن في القريب عن بعض التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية كجزء من توازن واشنطن بين جهود احتواء التضخم والحفاظ على الضغط الاقتصادي على بكين انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلاندية جاسين دا أردن فشل الأمم المتحدة في منع الحرب في أوكرانيا وأضافت في حديث خلال زيارة لأستراليا أن فشل الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يرجع إلى حق النقد الذي تتمتع به موسكو وجددت أردن دعوتها إلى إصلاح الأمم المتحدة أعلنت وكالة حرس الحدود البولندي ارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى بولندا إلى أربعة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين الف لاجئة وذكر راديو بولندا أن البلاد استقبلت أمس نحو ثلاثة وعشرين ألف ومائتي لاجئين وافدين من أوكرانيا مقابل واحد وعشرين ألف وسبعمائة لاجئين في اليوم الصادق عليها يأتي ذلك فيما غادر نحو مليونين وستمائة وستين ألف لاجئين البلاد ودعا إيدينا إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي موسيقى موسيقى ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجير ياباكوفا قال إن خطط فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي ستنهار وستجد روسيا طرقا لتأمين إرادات ميزانيتها جاء ذلك ردا على مناقشة وزيرة الخزانة الأمريكية جانت تيال خطط الحد الأقصى لأول مرة الشهر الماضي كجزء من حملة لزيادة الضغط على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكدت الأمم المتحدة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم يؤدي لانتشار الفقر على المستوى الدولي وأوضحت الأمم المتحدة أن التدخم دفع أكثر من 70 مليون شخص إلى الوقوع تحت خط الفقر في الثلاث أشهر الأخيرة أكثر من 70 مليون شخص بيتوا تحت خط الفقر في الثلاثة أشهر الأخيرة من سكان الدول متدنية الدخل وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بسبب التضخم لارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم أدى إلى انتشار الفقر دولياً بشكل سريع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية بمعدل أسرع بكثير من صدمة وباء كورونا البرنامج الأممي أوضح أيضاً أن زيادة معدلات الفائدة رداً على قفز أرقام التضخم ستؤدي لانكماش النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة حدة الأزمة أكثر مما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية تناول الأوضاع في 159 دولة مشيراً إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء وخصوصاً منطقة الساحل كما أوضح البرنامج الأممية أن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تلقي بملايين الأشخاص في الفقر مما يهدد بانتشار مجاعة بسرعة مذهلة في وقت تتزايد فيه مخاطر تفاقم للطرابات الاجتماعية يوماً بعد يوم أعلنت الصين عن مجموعة من الخطوات الجديدة لتحفيز طلب المستهلكين على السيارات مشيرة إلى أنها تدرس تمديد إعفاء ضريبية على السيارات الكهربائية مع وضع خطط لبناء المزيد من محطات الشحن الكهربائي والتشجيع على خفض رسوم الشحنة كان أكبر سوق للسيارات في العالم قد تضرر بشدة في الأشهر الأخيرة بفعل عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها التي فرضت في شنغهاي وأجزاء أخرى من البلاد للحد من انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا تعهد البنك الدولي بمضاعفة التمويل المقدم إلى مشروعات التعليم في أفريقيا إلى 6.2 مليار دولار بحلول عام 2025 وذلك لتمكين كل طفل من الحصول على فرصة تعليم جيدة أضاف البنك أنه سيتم استخدام هذه الأموال لدعم التعليم الابتدائي والمتوسط والتانوي وكان البنك الدولي قد أطلق استراتيجيته للتعليم بمنطقتين غرب ووسط أفريقيا للفترة من عام 2022 حتى عام 2025 بهدف تحسين جودة التعليم والتدريب على المهارات المرتبطة بالتوظيف والسوق العمل في هذه المنطقة وافقت المفاوضية الأوروبية على خطة إيطالية بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم الاستثمارات في القطاع الزراعي بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالصفق الخضراء وأضافت المفاوضية أن القطة الإيطالية التي ستستمر حتى 30 من يونيو من عام 2026 تهدف لدعم الشركات الزراعية وتربية الماشية والصناعات الزراعية للاستثمار في الطاقة المتجددة بما يؤدي إلى تحسين القدرة التنفسية للقطاع وترك أثار إيجابية على سياسات المناخ سجلت وزارة الصحة في سنغافورة أول حالة إصابة محلية مؤكدة بفيروس جودريا القرادة وأفدت الوزارة بأن الحالة الماليزي مقيم في سنغافورة يبلغ من العمر 45 عاما وأشرت إلى أنه تم وضعه في المركز الوطني للأمراض المعضية وحالته مستقرة نوالي تقديم نشرة الأخبار سجلت منظمة الصحة العالمية حالتي وفاة جديدتين بمرض جودريا القرادة منذ صدور تقريرها الأخير يوم السابع والعشرين من يونيو وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى ثلاثة منذ بداية العام الحالي مع تزايد الإصابات بمرض جودريا القرادة يكتمع خبراء منظمة الصحة العالمية مجددا هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان انتشار المرض يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة الدولية تيدروس أدهانوم اجتماع مرتقب هو الثاني للجنة الطوارئ المعنية بجودريا القرادة مع تأكيد تسجيل أكثر من ستة ألاف إصابة حاليا في ثمان وخمسين دولة الإصابات بجودريا القرادة ازدادت منذ مطلع مايو خارج دول غربي ووسط أفريقيا حيث ينتشر المرض منذ زمن طويل منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها حيال حجم وانتشار الفيروس قائلة إنه ما زال إجراء الفحوص يمثل تحديا وهناك احتمال كبير بأن عددا كبيرا من الإصابات لم يتم اكتشافها بعد وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أوروبا تعد حاليا بؤرة تفشي الفيروس حيث سجلت أكثر من ثمانين في المائة من حالات جودريا القرادة في العالم وفي الثالث والعشرين من يونيو عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة خبراء طارئة لاتخاذ قرار بشأن إن كان جودريا القرادة يمثل حالة طورئة صحية عامة تثير قلقا دوليا وهو أعلى مستوى انذار في المنظمة لكن معظم الخبراء أكدوا حينها أن الوضع لم يتجاوز هذه العتبة بعد ويعد جودريا القرادة مرضا فيروسيا يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل مايو الماضي هطلت أمطار غزيرة على شمال شرقيا صين متسببة في فيضانات حاصرت الحافلات وأغرقت الطرق وعرقلت الحركة في المدن مع توقع المزيد من العواصف في الأيام المقبلة وفي شينيانج عاصمة إقليم ليونينج استيقظ السكان على رسالة نصية على هواتفهم المحلومة المحمولة تخطرهم بإرجاء الذهاب إلى العمل وإلغاء أي أنشطة غير أساسية بسبب الطقس السيء وذكر التليوزيون الرسمي أن رجال الإنقاذ اضطروا لنقل خمسة طلبة وصائق حافلتهم المدرسية بقوارب مطاطية بعدما غمرت المياه الحافلة هذا ووجهت تأصين على مدى الشهر الماضي موجة من الطقس السيء شملت موجات حر وفيضانات قياسية أكد وزير الكهرباء محمد شاكر الحرصة على تعريز سبل التعاون مع الدنمارك خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال التقاتل المتجددة جاء ذلك خلال استقباله سفير الدنمارك لدى مصر لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون وأكد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاتات الكربون وزيادة ناصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ وذلك مع اتباع النهج التشاركي جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال الحدث الجانبي الذي نظمته مصر افتراضيا ممثلة في وزارة التخطيط بعنوان توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تابعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر وذلك على هامش النسخة الحالية للمنتج السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة عام 2022 بمشاركة المبعوث الخاص للأمماء المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030 المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيد دين تتواصل جهود الدولة في جميع المحافظات استعدادا لعيد الأطحى المبارك وفي محافظة القاهرة تمت متابعة إجراءات نحر الأضاحي وتوقيع الكشف عليها كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر لتلبية احتياجات المواطنين على قدم وساق استعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأطحى المبارك هنا من المجزر الآلية بالبساتين كانت الاستعدادات كبيرة حيث أجرى محافظة القاهرة خالد عبد العال جولة لتفقد العمل بالمجزر نأكد برضو أن هي النظافة رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد ومتواجدين على مدار الـ 24 ساعة خلال فترة العيد وما بعد العيد جميع الأجهزة في محافظة القاهرة موجدة يعني رفع درجة الاستعداد في أرفض عمليات مركزية في المحافظة وفعالة مع جميع الأجهزة لتلقي أي اخترارات وإن شاء الله كده العيد يعدى لخير بإذن الله كل سنة هم طيبين محافظ القاهرة حريص على متابعة إجراءات نحر الأضاحي وتوقيع الكشف البيطرية عليها وذلك لضمان سلامة اللحوم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل المجزر مع توجيه برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأطحى المبارك بكافة مجازر المحافظة والعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه الأيام المباركة محافظ القاهرة قال أيضا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بنحر الأضاحي بالشوارع كما حضرت المحافظة إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلة الجزارة وذلك لعدم إعاقة حركة المرور ومشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة استقبلت جامعة مصر المعلوماتية بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا من شركة ميتا وذلك في إطار تطوير علاقتها العلمية والبحثية مع المؤسسات العالمية الكبرى كما تفقدت رئيسة ميتا للسياسة العامة لشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي شادن خلاف والوفد المرافق لها عددا من مرافق الجامعة وتجهيزاتها تسلم عدد من أهالي محافظة شمال سيناء عددا من الأجهزة الكهربائية لسبعة عشر عروسا يتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حيا كريمة وأشهد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوسة بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مبادرة حيا كريمة ووجه الشكرى للمشاركين في تجهيز الفتيات من جانبهم أعرب أهالي شمال سيناء عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة حيا كريمة التي نفذت المبادرة ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بالنسبة 2% بما يعادل 35 مليون دولار لتبلغ 1.761 مليار دولار وأوضح المجلس التصدري للصناعات الغذائية أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية وذلك قلال الأشهر من يناير إلى مايو من عام 2022 بقيمة 890 مليون دولار تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية أكد المجلس التصدري للصناعات الكيميائية والأسميد أنه يجرى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيز لوضع استراتيجية لمنظومة الابتكار الصناعية وأوضح المجلس أن التعاون يستعدف وضع خطة تنفيذية لملف الابتكار الصناعي إلى قطاع الصناعات الكيميائية في مصر وذلك بناء على استراتيجية الابتكار الصناعية التي كانت قد وضعتها وزارة التجارة والصناع بالتعاون مع جيز من أجل زيادة الصادرات وترشيد الواردات وتيسير الإجراءات وإيجاد فرص استثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة وإلى البرصة المصرية حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بختام التنعاملات وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيها ليغلق عند مستوى 597.7 مليار جنيها وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.9 مائة في المائة ليغلق عند مستوى 8760 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنسبة 1.47 مائة في المائة ليغلق عند مستوى 1693 نقطة وصعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 1.22 مائة في المائة ليغلق عند مستوى 2440 نقطة ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق يأتي ذلك في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة وفي أسواق العملات العالمية منح تراجع طفيف في قيمة الدولار بعد الانتعاش لليورو مما سمح له بالارتفاع عن أدنى مستوياته منذ عشرين عاما والذي وصل إليه هذا الأسبوع بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود وارتفع اليورو بنسبة 2 من 10% إلى 1 و 2 من 100 في المائة دولار كما ارتفع الجنيه الاسترليني في مواجهة انخفاض الدولار بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من عامين كما ارتفع الجنيه الاسترليني 5 من 10% إلى 1.19 دولار بينما ارتفع 2 من 10% مقابل اليورو عند نحو 85 بنسا في البرصات الأسيوية أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع في الوقت الذي وصل فيه المستثمرون السعي للاستفادة من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع صعود المعنويات بفعل المكاسب التي حققتها غولو ستريت الليلة الماضية وصعد المؤشر نيكي بنسبة 1 و 47 من 100% وارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 1 و 42 من 100% وتراجعت أسهم شركات السفر والترفية مع انخفاض مؤشرات شركات الطيران ومؤشر شركات السكك الحديدية 52 من 100% و 36 من 100% على التوالي واسترتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم قالت الحكومة الهندية إنها عدلت سياسة تصدير دقيق القمحة وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير وكانت نيوديلهي قد حضرت صادرات القمحة في منتصف مايو بعدما تسببت موجة حر شديدة في تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسية وبعد الحضر قفزت طلب على دقيق القمحة من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمحة بأسعار أقل من مواردين آخرين انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها خلال اجتماع مجلس الوزراء مدبولي يكلفه بتفعيل اتفاقيات لجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لصعيد ميناء لقضاء يوم التروية باريس جونسون يستقيل من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا ويؤكد بقاءه كرئيس حكومة تصريف أعمال حين اختيار زعيم جديد ختم نشرة الثالثة شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة